موسيقى موسيقى السادسة مساء من التلفزيون المصرية أهلا بكم محافظات الصعيد كانت تعاني من الهجرة الداخلية وتقلص فرص التعليم وزيادة نسبة الفقر والفجوات التنموية ولكن بعد اهتمام القيادة السياسية منذ عام 2014 أصبح هناك مزيد من المشروعات التنموية الكبيرة التي يشعر بها المواطن الصعيدي موسيقى 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 وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكدرات الخاصة اعتبارا من أول إبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهريا وبموجب الحزمة رفع رئيس السيسي الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بداية من أول إبريل المقبل كما وجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% فإنني أوجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية أولا التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكدرات الخاصة اعتبارا من أول إبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها طيب أقول لكم بس الكلام عشان حتى سأقفوا لما سأقفوش طيب بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهريا ثانيا ثانيا زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على نحو التالي بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا بالنسبة لحاملة درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا بالنسبة لحاملة درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا ثالثا زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدة عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول إبريل 2023 رابعا رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24000 جنيه ليكون بقيمة 30000 جنيه سنويا اعتبارا من أول إبريل 2023 خامسا زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا اعتبارا من أول إبريل 2023 شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة اعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن امتنانه لاستقبال اهل محافظة المينيالا وخلال تناوله الافطار مع اهالي قرية المعصرة بملاوي اكد الرئيس السيسي حرصه على التواصل دائم مع المواطنين وتعرفي على مشكلاتهم والله استبالكم ده والكلام الحلو اللي انتو بتقولوه اللي هو اكيد طالع من قلبكو يعني ان شاء الله حاجة تفرحني وتشرفني جدا ويرب يعني اختنا من المعصرة بتقولي او من القرية بتقولي انت اول مرة تنزل مني ده صحيح انا عايز اقولك انا وانا قلت الكلام ده يعني في السهاج وفي المحافظات اللي انا بنزلها دلوقتي يعني انا بتمنى بتمنى ان انا انزل وشوف كل الناس صدقوني يعني لان انا بحب الناس وانا كمان زي الناس زيكم كده صحيح يعني يعني مش مش فورج كبير ولا حاجة شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمحافظة المينيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث شهد افتتاحها مصنع تدوير المخلفات وانتاج الوقود البديل كما شهد طريق المينيا ضايروت الصحراوي الغربي بعد تطويره وشهد ايضا افتتاح محطة معالجة مياه الصرف في الصحي بالمينيا الجديدة كما شهد افتتاح المزرع النموذجية لتربية المواشي كان رئيس عبدالفتاح السيسي قد قام بزيارة الى محافظة المينيا حيث تفقد ما تم انجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها وبمدينة المينيا الجديدة وذلك في اطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في سعيد مصر حيث تفقد رئيس السيسي عددا من مشروعات حياة كريمة داخل قرية المعصرة التي تضم المجمع الزراعي ومركز انتاج الالبان ومكتب البريد بالقرية كما تفقد رئيس السيسي مكتبة حياة كريمة داخل مركز الشباب بالقرية وشهد اصطفاف اكثر من 1500 متطوع من التحالف الوطني للعمل الاهلي بقرية المعصرة وخلال الزيارة شهد رئيس السيسي افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمحافظة المينيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الحكومة تسعى دائما الى تحسين معيشة المواطن من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات واكد مدبولي خلال كلمته في حفل تتشين عدد من المشروعات بمحافظة المينيا اكد ان حجم التنمية في المحافظة ضخمة مشيرا الى ان حجم الاستثمارات المنفدة بمحافظة المينيا بلغ 143 مليار جنيها ويحظى مشروعها كريمة بالنصيب الاكبر فيها المشروعات مش ليس فقط لانها تكون مشروعات ونباهي ان احنا بننفذ مشروعات لكن نصب اعين الدولة والقيادة السياسية اللي بتتبعنا يوم بيوم هو ازاي ان احنا بنحسن مستوى معيشة المواطن وده اهم شيء وده اللي كانت الرسالة اللي ان كنسيات الرئيس قالها يوم تواجده في سهاج من شهر يناير الماضي ان هو بيؤكد وبصورة قاطعة ان احنا حنستمر ان احنا نضع صعيد مصر على قمة الاولويات والحياة فعلا يعني الكلام ده منعكس ومترجم بصورة حقيقية من واقع ان مشروع او المبادرة العظيمة ومبادرة حياة كريمة يعني الصعيد في المرحلة الاولى هو اللي بي له نصيب الاسد من عملية التنمية الحياة حجم الاستثمارات اللي تنفذت في محافظة المينيا مية تلاتة واربعين مليار جنيه وبيحظى مشروع حياة كريمة بالنصيب الاكبر منها وبعاها بعض المشروعات الاخرى اللي حنستعرضها مع حضراتكم ولكن هو ده حجم التنمية اللي اتعمل واسمحوا لي ان انا استعرض تلات محاول رئيسية التنمية البشرية تنمية الانسان والتنمية الاقتصادية عشان نخلق فرص عمل وانشطة لشبابنا يقدر يشتغل فيها وتنمية المكان عشان نحسن من مستوى معيشة المواطن اكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ان مصر لا تعارض التنمية للشعب الاتيوبية لكنها تريد اتفاقا قانونيا عادلا وملزما لملء وتشغيل السد الاتيوبي حفاظا على حقوق مصر المائية التي تمثل مسألة وجود وحياة للشعب المصري جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس الشعب السوملي آدم محمد نور حيث اكد رئيس مجلس النواب حرص مصر على دعم السومال الشقيق واستقرار اوضاعه في كافة المجالات خاصة مكافحة الارهاب مشيرا الى حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية السومالية خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات البرلمانية المصرية للبرلمان السومالية غادرت سفينة امداد تابع للأسطول البحرية التجارية المصرية من ميناء العريش البحرية متجهة الى ميناء اللادقية بالسوريا وميناء مرسن بجنوب تركيا وذلك لتفريغ حمولتها من مئات الاطنان من المساعدات الاغاتية للمساهمة في تخفيف الاثار الناجمة عن الزلزال المدمر الذي اصاب البلدين يأتي ذلك تنفيذا لتوجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحة باستمرار تقديم المساعدات الاغاتية الى كل من سوريا وتركيا في اطار الدعم وتضامن المصري مع ابناء الشعبين في اعقاب الزلزال المدمر بكلا الدولتين تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة باستمرار تقديم المساعدات الاغاثية الى كل من سوريا وتركيا في اطار الدعم والتضامن المصري مع ابناء الشعبين اعقاب الزلزال المدمر بكلتا الدولتين غادرت سفينة امداد تابعة للأسطود البحري التجاري المصري من ميناء العريش البحري متجهة الى ميناء اللاذقية بسوريا وميناء ميرسن بجنوب تركيا لتفرغ حمولتها من مئات الاطنان من المساعدات الاغاثية المقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي وبيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الازهر الشريف وصندوق تحيا مصر ومن المقرر دفع تلك المساعدات الى المناطق المنكوبة بسوريا وتركيا للمساهمة في تخفيف الاثار الناجمة عن الزلزال المدام وأعرب مسؤول الدولتين عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية باسمي وباسم الشعب في محافظة مدينة الاغاثية نتشكر كثير كثير الشعب المصري نحن شعب واحد أخوة بتربطنا أخوة وعلاقات وطيدة على مر الزمن نحن نشكرون من القلب على هذه المبادرات وعلى هذه الوقفة الوطنية القومية الشجاعة مع أهلهم بسوريا ومع أهلهم بمدينة الاغاثية تقديم هذه المساعدات لحتى نطلع من هذه المحنة وإن شاء الله مستمرين مع بعض إيدي بإيدي ومرجع على الاغاثية إن شاء الله أحسن وذلك تزامنا مع زيارة السيد سامح شكري وزير الخارجية لتركيا وسوريا في إطار التضامن المصري مع كلتا الدولتين أعقاب الزلزال المدم حديثي مع معالي الوزير على الأولويات لدي أشخاصنا في تركيا فيما يتعلق باحتياجات من مساعدات وسوف نعمل على توفير ما نستطيع منها لمواجهة هذه الكارسة ورافع بقدر الإمكان الألام المصابين وتوفير صبل الإعاشة لها تأتي تلك المساعدات استمرارا للدور المصري الرائد تجاه مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات في إطار الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية نظمت وزارة الدخل احتفالية بهذه المناسبة تحت عنوان دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر وذلك تأكيدا على دور رجال الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية الذي يواكب الأول من مارس من كل عام نظمت وزارة الداخلية احتفالية بتلك المناسبة تحت عنوان دور التكنولوجيا في تقييم المخاطر بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية اليوم دوت بنحتفل به وبنبرز وبنظهر في الاحتفالية دور الحماية المدنية في المجتمع وأنه هو الهدف الأساسي منه حماية الأرواح والممتلكات شهدت الاحتفالية حضور ممثلين عن أطياف المجتمع كافة حيث أدى رجال الحماية المدنية بيانات عملية متنوعة أكدت على التطور في آدائهم واستعابهم للمهام المكلة إليهم بكل احترافية تعداد من الهدفة كيف نطف الحريقة وكيف ننقذ الناس ما شفناهم هما طالعين في المطافة وبيطف الحريقة والحرقة كانت عالية ولما طفوها عرفنا أن هما أبطال وبيدفع عن وطنهم البيانات العملية عكست القدرة والجاهزية التي يتمتع بها رجال الحماية المدنية في التعامل مع الكوارث البشرية والطبيعية من إطفاء حرائق إلى تعامل مع المفرقعات وصولا لعمليات الإنقاذ بمشاركة عناصر شراطية نسائية مجهزة ومدربة وشهدت الاحتفالية تكريم أسر شهداء الحماية المدنية والمصابين والضباط من من أوف العطاء والمتميزين وجامعهم وجهوا الشكر على هذا التقدير وتطور الملحوظ في آداء رجال الحماية المدنية لحماية الأرواح والممتلكات من الحاجات الممتعة عندنا هذا كان فيه تكريم لمصاب الحروق وده كان له صدق فعال ناحيتهم أنهم حسوا أن فيه اهتمام وفيه من القيادة إحنا فخورين بمصر أن هي كمان بتقدر أنها تكرم الناس اللي ممكن يكون حصل لها إصابات حروق وبالتالي بيعرفونا هما وصلوا لحد فين علشان يعني يتلاشوا الإصابات دي مع الوقت وبصراحة الحب اللي هما قدموه لنا والمشاركة والمداليات اللي قدموها هنا والدعم المعنوي والنفس لنا يعني بصراحة بتمنى أن احنا نقرر الموضوع ده تاني وأن احنا تبقى مشاركين فيه أكتر وأكتر أنا طبعا مبسوطة جدا أن هما افتكروا أسر الشهداء وقرموهم في اليوم العالمي للحماية المدنية ودي حاجة كويسة تكريمهم وأنه هما فاكرنا يعني تدلوا الوسام أو تدلوا المدالية أو التكريم في أي مكان هما رحوا ده لهم عاما كبير قوي 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 عندنا وعندهم هما يفضل معاهم مدى الحياة الاحتفال السنوي باليوم العالمي للحماية المدنية يؤكد على الدور المحوري لرجال الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات والتطور في الآداء البشري والتقدم التكنولوجي الذي يساعدهم على أداء مهمهم بشكل فعال وبصورة احترافية اليوم العالمي للحماية المدنية هو تكريم لكل رجال الحماية المدنية في كافة المواقع والذين يعرضون حياتهم للخطر في سابل إنقاذ الأرواح والممتلكات لذا تحرص وزارة الداخلية على الاحتفال بهذا اليوم في الأول من مارس من كل عام عبدالله بركات التلفزيون المصري أكد وزير الخارجية سمح شكري أن التحديات الناجمة عن استغلال بعض الأطراف لتطور التكنولوجي في وسائل الاتصال للترويج للأفكار الإرهابية والمتطرفة تفرض على أعضاء المجتمع الدولي التعاون فيما بينهم للتصدي لها جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين حول مكافحة الإرهاب حيث استعرض وزير الخارجية رؤية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب مؤكدا أهمية نجاح المساعر رامية إلى بلورة اتفاقية قانونية دولية ملزمة في إطار الأمم المتحدة حول تجريم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغرض ارتكاب الجرائم التقى وزير الخارجية الأمريكية أنتني بلينكين بشكل مقتضب وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف على هامش اجتماعات مجموعة العشرين وأفاد مسؤول أمريكي أن بلينكين أبلغ لافروف في أول لقاء من نوعه منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل عام بالتزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بلينكين ضغط على روسيا لتراجع عن قرارها بتعليق معاهدة ستارت النووية الجديدة ختم نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري إلى اللقاء اشتركوا في القناة